النهاردة حبايب قلبي هنعمل مع بعض الكشري المصري هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهنعمله في حلة واحدة اتمنى حبايبي انتم تتابقوني كده لنهاية الفيديو عشان تشوفوا معي الطريقة خطوة بخطوة وان شاء الله كده هتعمليه بطريقة سريعة جدا جدا اصرع طريقة العمل الكشري بقدمها لكم النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة اتمنى للفيديو النهاردة حبايبي ينال اعجابكم وتستفادهم بالفكرة وفي حاجة برضو حابة اللي انا اقول لكم عليها انا عامل الكشري في الحلة الكبيرة دي كان الموضوع كامل بس اتمسح مني الخطوات الاولانية بتاعت الموضوع فانا بعيد الموضوع تاني النهاردة معاكم في كمية بسيطة وحقول لكم برضو كمية الكبيرة دي عملت ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبايبي في الله مع اصرار الطبخ الاحترافي مع الشيف حناني والرأي النهاردة حبايبي هنعمل بقى الكشري في حلة واحدة تعالوا بينا الاول كده نصلي على الرسول ده عليها فضل والصلاة والسلام ونشوف على احتاج ليه معايا كبايتين من الرز نص كيلو الرز دات نضيف اللغف الاكياسة وكباية من الشعرية ربع كيلو شعرية ومعايا تمنى كده تمنى عتس بجبة تمنى كيلو تلات تربع كباية اول حاجة حبيبي اعملتها لانا اخدت العتس كده مع شوية مية عشان اسلقه عشان انا طبعا هو المفروض انت لو عندك وقت فبتنقعي يعني بس انا ما كانش عندي وقت فبديله كده تلات تربع سوى يعني مش بس لوق سوى كابي لا تلات تربع سوى ومعايا كبايتين كبار من الماكارونا ممكن تستخدمي ماكارونا صغيرة ممكن تستخدمي ماكارونا مشكلة براحتك وحنشوف مع بعض حقلكو برضو على المكونات دي كده المكونات اللي هي بمكونات بسيطة بعملها معاك وكده بعد بعد العتس ما خدت تلات تربع سوى مس سوى كامل فصفيته ومحطتش عليه مية بردة وقعت حط عليه مية بردة عشان هتلاقيه قشر معاكي والاشرة بتاعته طلعت وحيبوزلك شكل العتس يعني فهنطبع ايه معايا معلقة من السمنة وحوالي تلات معالق كده كبار من الزيت علشان يخلي الكوشري كده بفلفل كده وجميع لا فهتشوفوا معايا ايه هتشوفوا معايا الطريقة ايه دلوقتي يا بسيح السمنة الاول لا وبعد كده حنزل عليها بربع كيلو من الشعرية طبعا في المقدير بقى اللي هي محلة كبيرة كنت عاملة كباية ونص من الشعرية ايه تلاتة اربع كيلو ماكارونة كيلو روز ايه كانت هي ده المكونات ايه عاملتني الكمية الكبيرة اللي في الحالة طبعا انا بعمل هناك كمية بسيطة ايه استخدمت دوقتي كباية بالشعرية بقلبها كده حد الشعرية بتاخد لون لون دهبي كده ايه بعد كده حد انزل عليها بالعتس اللي انا صفيته ايه زي ما انتوا شايفيني نعم وبعد كده حديله بس تقليبة مع الشعرية وبعد كده حنزل عليه بالرز الرز هتلاحظه اللي انا مغسلتهوش الرز ده اللي في الاكياس اللي بشريه في اكياس فهو بيبقى نظيفه على الحل على طوق بحطه كده ده كده كوبايتين كبار من الرز يعني نص كيلو نص كيلو من الرز بقول لكم بالزبط البكولات هنا معي معلقة ملح يعني معلقة كبيرة كده من الملح معلقة صغيرة فلفل اصمر معلقة صغيرة بهارات لحمة بقلب كده بقلبهم مع بعض ودوقتي حنزل بكوبايتين كبار من الماكارونا زي ما انتم شايفين او نص كيلو نص كيلو ماكارونا وبعد كده بنقلب المكونات كده مع بعضيها يعني بدلها تقليبة كده وبعد كده حنزل عليهم برتل من المياه هذه المكونات دي خدت معي رتل من المياه المياه بتحطيها انا استخدمت مياه برده عايزة تسخنيها ممكن تسخنيها استخدمت مياه برده فطبعا المياه عيار المياه المزبوط بيكون المياه ارتفاع المياه عن الرز والمكارونا واحد سنتي فهي المكونات دي خدت معي واحد رتل بس ايه من المياه كان الشفشة ايه مليان يعني هو طبعا بالزبط كده هو الشفشة دوت يعني لحد العيار متاعه اللي هو بياخد رتل فكان واخد معي ثلاث كبات كبار من المياه طبعا انا انا اتحطيته على البتاجاز سيبته الكشري كده لحد ما يتشرب ميته فهو الشفشة لحد العيار متاعه بياخد ثلاث كبات مياه كبار فانا زودته نص كباية كمان يعني رتل ونص كباية من المياه هو ملش شفشة يعني عشان لو عايزين بالزبط لو بالزبط يبه ثلاث كبايات كبار ونص مياه فزا ما انتم شايفين ايه حبيبي كده بعد الكشري ما تشرب معي بهدي النار كده عليه وحطيت صاجة وحاسيبه كده حوالي عشر دقايق كده وبعد كده حابده ايه اللي انا اطف عليه واسيب الغطة بس متوارب شوية لحد البخار ما يطلع وممكن تغطيه بفوتا عشان يفضل معاكي سخن وتقدميه سخن لوقات التقديم نيجي هنا على خطوات الصلصة معايا انط دي كده كباية من الصلصة كنت انا عامله شايله في الفريزر ومعايا ميا حنحتاج منها كباية ومعلقة صغيرة من الطوم المفروم وعنستخدم معلقة من الخل ومعايا شوية زيت يعني ثلاث معالق كبار كده من الزيت وبالنسبه للبهارات عنستخدم معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة معلقة صغيرة من بهارات اللحمة معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الفلفل الاصمع ومعلقة كده من الملح نص معلقة صغيرة من السكر اول حاجة بعملها اللي انا بشوح كده التوم لحد ما ياخد لون ايه دهبي اول ما ياخد لون دهبي فهنزل عليه بالسلصة الطماطم فيه حاجة بقى حابة اللي انا اقول لكم عليها انا ضفتها ونسيت اللي انا اصورها لكم ايه ناط دي كده كده كوباية من السلصة الطماطم اللي كنتش عيلها مخزينها يعني وحطها في الفريزر طريقة السلصة دي كنت موجودة في القناع عندكم هنا بحط البهارات بها اللي انا قلت لكم عليها كلها وطبعا انا ما كنتش حطة معهم نص معلقة السكر هاجب نص معلقة السكر وحطها بنقلب البهارات كده مع السلصة في حاجة لو انت مثلا هي لحد الخطوة دي فممكن ما تضيفيش ايه المياه لو انت عايزة السلصة ايه بنفس القوام ده كده لحد كده وبتطفل بوتاجاز وبتطبع السلصة ايه بتاعت الكشري خلاص لو انت عايزة ضعف الكمية فحنقولك تعمل ايه فانا حنزود هنا كوباية كبيرة من المياه زي ما انتم شايفيه انا بس في الحالة دي ايه الكهوم السلصة عايبقى خفيف شوية طب انا لو عايزة اتقيله انا عايزة بس تاخد غلوة تغلي كده ويبقى كده خلاص لو انا عايزة اتقيلها اعمل ايه اه دلوقتي بحط نص معلقة السكر جبت معلقة زغيرة مليانة اهرامية كده من النشا اه ودوبتها في حبة مياه صغيرين ونزلت بيها على السلصة الطماطم دي اه اه سلصة الكشري ياه وبقلبها فالكووم متاحها بيتقل وبيبقى جميل جدا بس دي اه نسيت اصورها بصراحة خطوة دي ياه اه عملتها على طول فاااااا نسيت الوقتها اللي انا اصورها دلوقتي بقى ايه جبت الشوكة وقلت بقى ايه بعد بعد عشر دقايق كده على الكشري اه زي ما انتم شايفين بسم الله م شاء الله الكشري طالع جميل جدا وتحفى وزا ما انتم شايفين والمكارونة استوت ومش مع الجنة جميلة جدا الطريقة دي سهلة جدا الحبايب يجربوها وان شاء الله كده عتعملي احلى كشري يا شاء الله بطريقة سريعة جدا هناك ده زا ما انتم شايفين كده بدأت السلسة تغلي بس القوام بتاعها ايه خفيف فانا عملت بقى الخطوة ديت ونسيت للا ايه اصورها تعالوا بينا مع بعض بقى ايه نوالكو بقى ايه شكلها بعد ما حطيت معلات النشا دوبتها في يعني حبة ما صغيرين خالص وروحت نزل بيها وقلبتها فبقت ايه الصلسة بقت قومها تقيل دي طريقة لو انت عايزة تضع في كمية الصلسة متاعت الكشري وتطلع بعيك كتير لان انا عندي بيحب الصلسة يعني فعشان كده عملت الخطوة ديت بقى الكشري جاهز معي وكده صلسة الطماطم بكوباية واحدة من صلسة الطماطم شوفوا عملت قد ايه قد ايه صلسة لان انا عندي بيحب صلسة الكشري فعشان كده بحب لانا ازودها لهم يعني ومعي بقى ايه كده البصل طبعا انا عيدة الموضوع ده كده البصل اللي كان فاضل من الايه من الجزء الاولاني اللي انتو شوفتوه في اول الفيديو اه فعشان كده طبعا ايه بعد كده هعمل لكم موضوع للبصل يعني هنا بقى ده كده الفيديو هوت ده كده البصل انا كنت محمرة وكان كمية كبيرة بس انا زعلت بصراحة على المقاطع اللي اتماسحت مني بس يلا حصل خير وكويس اللي هي جات لحد كده يعني فالحمد لله ده وقته بقى ايه حبيبي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يبقى كوباء ونص من الشعرية كيلو رز تلات تربعة كيلو مكارونا زي ما انتم شايفين الطريقة سهلة جدا وبسيطة بتعمله بنفس الخطوات يعني عايزة تعملي كمية الكوشري كتيرة يبقى انتم كد عندكم اتنين مكونات وهي نفس الطريقة والمية بتحطيها يدوبك تغطي الرز والمكارونا بارتفاع واحد سنتي انا كده غرفت شوية كشري كده قدام منكم وحطيت الصلصة حابة تزاودي صلصة بتزاودي ومن زي كده بالبصل للبصل على فكرة كنت انا بغدا منه شوية من البصل ده وحطيته في كيس في الفريزر عشان اجي اصور به الموضوع تاني فما حمرش بصل تاني فده اللي انا استخدمته طلعته من الفريزر وبيبقى ناشف مش طري ولا حاجة ويبقى ناشف برضه وده اللي انا ورده لكم ايه من شوية اللي انتو شفتوه من شوية اتمنى حبايبي اللي انتو تكونوا استفدتم تاني من الاتنين طريقة استفدتم كده بالفيديو بمكونات كبيرة للكشري الناس اللي عددها يعني بسم الله ما شاء الله افراد الاسر عندهم كتير فيعملوا بالطريقة الحلال كبيرة الناس اللي هي افراد الاسر عندهم بسيطة فيعملوا بالطريقة بالمكونات البسيطة اللي انا قدمتها لكم ما نقول تاني المكونات اللي هي اللي في الحلال كبيرة كيلو من الرز تلات تربع كيلو مكورونا كوباية ونص من الشعرية ربع كيلو من العدس نفس الخطوات اللي انا عملتها بتعمليها وده كده حبايب البصل محمق البصل ده هو بتقشر البصل وبتبشريه بالمبشرة شرائح طويلة وبعد كده بنحط عليه معلاتين كبار من النشا بنقلبهم مع بعض وبعد كده بناخد البصل ده وبنحمره في الزيت فبيبقى مقرمش معكي وبيطلع زي ما انت شايفه بتحطيه بس كده على مصفة علشان ينزل لو فيه زيادة من البصل ببسيبي كده اللي هو بيتهوى بعد وبيطلع بالزيت فبينشف معاكي وبيبقى زي ما انت شايفه كده ده كده طريقة البصل بتاع الكشري بطريقة سهلة وبسيطة حتعمليه إن شاء الله كده هوت وشكرا للمشاهدة كما معكم حلايا والرائي السلام عليكم